اشتركوا في القناة 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 باستخدام السفن حقه بدون ما يستخدم السفن حقي يعني وشي اوتوماتيك كذا وانت مرتاح وجالش ينقل بضايع لك اما بالنسبة للرويال تاكس لو تشوفون الاسفم هذي لفوق هذي تحتاجي لتطوير فاذا ما طورتها ادفع عليها الرويال تاكس لكن انا احتاجها مثلا يعني هذي خرب استراتيجيتي او العمال اللي جالسين اشتغلون هنا راح ينقصون فعشان كذا يعني اللعبة مصعبة عليك الموضوع مثلا ما تخليك تسوي سبان فارمر كله كذا بيوت فارمرز راح يكون هذا الرويال تاكس يمكن عشرة الاف سالم على العموم هذي من ضمن محركات او من ضمن محرك اللعبة بالنسبة الشغلة الثانية اللي هي كم عدد السكان حاليا عندي ثمانة الاف اللي هو فارمرز ووركرز ارتست وجورنلز في العالم الجديد في نوع ثاني برضه وغير الجورنلز لكن اللي حين ما فتحتهم بالنسبة لل انفيولنس هذا مثل ما تقول عملة ثانية او بوست ثاني طبعا هذا تجيبه من الشغلات اللي تسويها مثلا احداها الجرائد الجرائد اذا لعبت بالجرائد مثلا الأخبار تحصل انفيولنس التريد المليتري الجيش وهنا التجارة وهنا البرودكشن مثلا تزيده والكلتشر مثلا اذا حطيت متحف تجينا شغلات يعني مثل ما تقول بوست يخلي ناس اكثر يجونك للمدينة هذه وبرضه هنا الاكسبنشن الشيرز مدري اذا رويتكم هذا الشي من قبل ولكن اذا رحنا مثلا الى مدينة العجيز هذه ونقدر نشتري جزء من الشيرز حق الجزيرة هذه يعني نقدر نهزمها او نطلعها من اللعبة من غير جيش اذا كان عندنا فلوس كافية نشتري الشير الواحد مثل ما تشعون الشير الواحد يساوي مية واربع وعشرين الف عشان ناخذ شير واحد من الجزيرة يعني فوائد الجزيرة هذه بيوصلنا مثلا الفين وميتين راح تزيد هنا اذا شترنا واحد من الشير او عفوا اربعمية واربعين مثل ما تشعون مكتوب فشي جميل صراحة في هذه اللعبة مثل ما قلتكم في شغلات كتير وصعب اني اشرحها في مقطع واحد مع الوقت راح نكتشفها العموم نرجع الشغلة هذه اللي ارويكم فهذا اذا قدرنا نوصلها للاخير بنقصها 10% خلنا اعطيكم مثال مثلا التريد الحين يقول لي الموفمت سبيت 7% طيب كيف نستخدم التريد هذا مثلا موضوع التريد هنا يقول لي تشارتر راوت صفر افليبل فور فري لين 15 كل واحد من هذا لعندي لمت معين يكون فري افليبل فور فري افليبل فور فري نبنيه لكن مثلا تشارتر راوت هنا يقول لي 15 افليبل فور فري انا الحين صفر من 15 ولكن خلنا نروح مثلا نقول له هذه مثلا ما تشوفون انا جالس انقل الثلاثة بضايع اللي هو الفلفل والحديد وهذا طبعا مثلا ما تشوفون الانفلونس هذا صفر العملة هذه ياخذ منها صفر 396 ولكن الواحد يسوى خمسة 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 يعني 15 توتل مثل ما شفت وقالوا لي اول 15 فري ما راح ياخذ منك هذه العملة بس بياخذ منك فلوس لكن خلنا نزيد مثلا شارتر راوت واحد اي بضايع مثلا برد مثلا خبز ينقل من هنا لهنا على سبيل المثال حتى خمسة مثل ما تشوفون راح ياخذ خمسة من الانفلونس يعني تعدينا لمت حق الثلاثة بضايع واذا زدنا واحد شوف يقول you have lost مثلا اذا زدنا واحد ثاني من هنا لهنا راح ياخذ خمسة ثانية فبيصيرون 396 بتصير 386 لان زدنا خمسة زيادة ما ودي اطول بالشرح كثير بس اتمنى ان الفكرة وصلت هذه الشغلات مع الوقت راح نستخدمها وراح تفهمونها ان شاء الله في الحلقات الجاية ننتقل للملاحظة الثانية اللي يقول سألتك عن اللعبة اذا تدعم اونلاين او لا من اول حلقة اذكرني قلت ان اللعبة تشمل اونلاين فيها اربع اشخاص ولكن الامانة انا ما جربت اللاين للحين ولكن مقدما بالمستقبل القريب ان شاء الله ممكن نجرب اللاين وندخل مع ثلاث اشخاص ان لاين ونحاربهم كل واحد يحتل نشوف من اسرع واحد يحتل مثلا مدن ويهجم على الثاني ويحتله ومن هذه الامور اتوقع ان لاين جدا خرافي في هذه اللعبة وان شاء الله بنجرب بعد من خلص القصة او السلسلة اللي احنا فيها اما هل الدعم مستمر عليها اللعبة صراحة بشكل كبير بطيحن فيها لجانب ولها اربع شهور بس ما ادري بالنسبة العرب اشوف جمهورها قليل فلذلك اتمنى ان في احد يعني يعرف اللعبة من خلالي او من قناتي وحتى لو انه اشترى اللعبة ويمديه يدخل معنا نلعب اللاين مع بعض يكون شي جميل بالنسبة للملاحظة الثالثة والاخيرة هاللعبة يركب عليها مودات وقابل التعديل بالنسبة للمودات نعم في مودات كثير تشمل هذه اللعبة وهذا احد المواقع اللي يجيب لك المودات من ضمن المودات مثلا increase production مثلا يخليك البلدن الواحد المخازن اللي كنا نبنيها تاخذ اربع ضعاف كل الانتاجيات تكون مثلا مضاعفة يعني وشخصيات ممكن يضيفونها ship unlocked يخليك مثلا من بداية اللعبة فاتح السفن كلها ما يحتاج لن تجيب artist واحد لكن باللعبة الاصرية لازم توصل تقريبا 1500 artist عشان تفتح اول سفينة حربية في مودات تسهل عليك اللعبة وتغير الجو مثل ما شفنا في الألعاب الماضية مثل بنشت فأنا حاليا رح ألعب اللعبة على ما هي عليه لين ما ان شاء الله نتقدم ونشوف كيف الوضع مع الملتي بلاير والمودات في المستقبل ان شاء الله استمر يا بطل في انتظار جديدك تحياتي شكرا لك يا هنتر على هذا التعليق وبس اتمنى اني وفقت في الشرح اذا كان في سؤال مثلا يمديني جاوبه في دقيقة ودقيقتين رح أحطه في بداية الحلقة الجاية يعني تكملت السلسلة اما اذا كانت في مجموعة السلسلة كثيرة رح أخصص لها مقطع مثل هذا وبس شكرا على المشاهدة لا تنسى اللايك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته